السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بدرس التنفس عند الإنسان مرجع المنير في النشاط العلمي صفحة 13 وصفحة 14 نبدأ بوضعية الانطلاق قام حسن بنفخ نفخة أمام زملائه فقال له الأستاذ بأن الهواء الموجود بداخل النفخة لا يشبه الهواء الموجود خارجها فاستغرب هو زملائه من ذلك لماذا يختلف الهواء بين داخل النفخة وخارجها أو لماذا يختلف الهواء والنفخة عن الهواء في الخارج ما هو سبب الاختلاف بطبيعة الحال هنا نطرح التساؤل ما سبب ما سبب اختلاف الهواء داخل داخل النفخة وخارج وخارجها اذا لماذا الهواء الموجودة مختلف على الهواء هنا 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 ممكن أن نضيف فرديات واختلاف في الغازات المكونة للهواء يمكن ان ان يرجع سبب الاختلاف الاختلاف الى اختلاف الغازات الغازات اللي كينين في الفلان تاغ يغضل هذه النفخة هما الغازات اللي كي شكلين الهواء هنا في الخارج الى اختلاف الغازات ولا نسب هذه الغازات حتى النسبة هذه الغازات ممكن تشكل فرق اذا سنتعرف مكونات الهواء لكن اولا خصنا نعرفه الجهاز التنفسي ولا الاعضاء اللي كتمكن الانسان من انه يعني يدير هذه العملية التنفس اذا لدينا الجهاز التنفسي سنكمل بهاد اولا الانف الانف انا لدينا الجهاز الانواع الهواء عندنا هوا الشاهق هو اللي كيدخل هو اللي كندخل الريئتين والهواء اللي كنتخلص منه كيتسمى هواء الزافير هنا عندنا القصابة الهوائية هذه القصابة الهوائية هنكتبها هنا القصبة الهوائية هاد القصبة الهوائية فهي بالدور دي لها كتفرع القصيبات الهوائية على مستوى الرئاتان اذا هاد الفلش هادا عنا الرئتان ولا الرئة اليمنى هنا هنا اليمنى بنسبة لنا احنا اما بنسبة الشخص فهي اليسرى اذا وعدنا القصيبات الهوائية تفرع القصبة الهوائية يعطينا القصيبات الهوائية هاد الاكستخيميتي هاد الاكستخيميتي دي القصيبات الهوائية يعني في الفان ديالها تلقوا اسناخ رئوية اسناخ هنه في ان كيكونوا التبادلات الغازية نفسية اسناخ رئوية اذا احدد ما صار الهواء بعد دخوله من الانف اذا الانف كيمر الهواء الى القصبة القصبة الهوائية من القصبة كيمر الى الرئتان الرئتان كيكون التفرع الى القصيبات الهوائية القصيبات الهوائية ثم اخيرا كيوصل الى الاسناخ الرئوية الاسناخ الرئوية اذا هذا هو الجهاز التنفسي عند الانسان النشاط الثاني انجز سامي المناولة المبينة في الصورتين ثالثة ورابعة اذا اثناء الزفر يعني نتخلص من الهواء الهواء لاحظوا معي حجم القفص الصدري لكن اثناء الشهيق عندما ندخل الهواء الى الرئتين فنحن يعني نقوم ب ملء الرئتين بالهواء وبالتالي يزداد حجم القفص الصدري اذا عند الشهيق يزداد يزداد حجم القفص الصدري بطبيعة الحال السبب هو اننا ندخل الهواء الى الرئتين وعند الزفر ينقص لاننا نخرجه لكن نتخلص من الهواء ينقص حجم القفص القفص الصدري اذا اثناء الشهيق يزداد هنا سنكتب يزداد حجم القفص الصدري نتيجة دخول لان الهواء يدخل الى الرئتين من بعد ما نقص نقول الهواء سنبدأ نحد الغازات المسؤولة او الغاز اللي يكون في الشهيق والغاز ديال الزفير اثناء الزفير ينقص او يتقلص اذا يتقلص حجم القفص الصدري نتيجة خروج الهواء من الرئتين اذا لاحظوا معي النشاط الثالث مقارنة هواء الشهيق وهواء الزفير هنا سنتعرف بطبيعة الحال الغازات المسؤولة والغازات اللي كتكون في الشهيق والغازات اللي كتكون في الزفير بالنسبة الوكسيجين كيكون عندنا واحد نسبة كبيرة كتكون في هواء الشهيق و نسبة قليلة في هواء الزفير تناي اوكسيد الكربون في الشهيق كيكون كيميا ضئيلة جدا ولكن في هواء الزفير كتكون مرتفعة من نوع ما مقارنة مع هواء الشهيق اي ان الانسان يدخل الوكسيجين عبر هواء الشهيق ويتخلص من الوكسيد الكربون عبر هواء الزفير اذا انطلاقا من الجدول اذا هواء الزفير وهو غني ب economically اوكسيد الكربون كيكون عمر بتنائي اوكسيد الكربون وهواء الشهيق كيكون غني بالاكسجين غني بالاكسجين غني بالاكسجين نشاط الرابع اثناء وصول هواء الشهيق الى الكيس الهوائي يمر الاكسجين الى الدم الاكسجين يمشي للدم وتنائي اوكسيد الكربون يخرج من الدم ويمشي لداخل السنخ الرئوي بشي تخلص منه عبر هواء الزفير اذا ما ماصر الاكسجين الموجود في هواء الشهيق هذا الهواء الشهيق يكون عمر بتنائي اوكسجين المصر هو المرور الى الدم ثم سيتم متوزيعه على الخلايا يمر الاكسجين الى الدم يمشي للدورة الدموية مع مصدر تنائي اوكسيد الكربون موجود في هواء الزفير هواء الزفير هذا التنائي اوكسيد الكربون منين جاي من الدم الدم اللي كيتخلص منه بطبيعة الحال فهو من الفضلات ومن بينهم تنائي اوكسد الكربون موجود في هواء الزفير اذا اقارن بين الدم الذي يدخل في الشعير الدموي بالدم الخارج منه يدخل الدم بثنائي اوكسيد الكربون اوكسيد الكربون ويخرج منه ويخرج دم ويخرج دم غني بالاكسجين غني بالاكسجين نكتب غير اوكسجين افسر ذلك بطبيعة الحال هنا سنتجو بانه تتم التبادلات التبادلات الغازية التنفسية التنفسية التبادلات الغازية التنفسية على مستوى السنخ الرئوي على مستوى السنخ السنخ الرئوي الآن سنرى تأثير دخان السجائر على الابناء اذا لاحظوا معي سلوك الاباء ونسبة الاصابة بالالتهاب الرئتين عند الابناء من التي يكون الابوين لا يدخنان فالنسبة لتصاب الابناء بالالتهاب الرئة 7.6 إذا كان غير واحد فيهم يكمي 10.4 يعني تزاد إذا كانوا بجوجه 15.3 إذا نسبة الاصابة بالالتهاب الرئتين عند الابناء تزداد عندما يدخن الابا إذا عندما يدخن الابا إلا كان واحد فيهم ولا بجوجهم كيكمي فالنسبة لأن الابناء اتصابوا بالالتهاب الرئتين كالزاد كيف نقي أنفسنا من تأثير السجائر إذا تجنب تجنب الأماكن تجنب الأماكن الأماكن التي يتواجد التي يتواجد بها مدخن أكتب صحيح أو خطأ أثناء الزفير يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين خطأ هذه أثناء الشاهق ماشي الزفير أثناء الشاهق يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين يعني ان تدروا تصحيح العبارة الأولى يمر الأكسجين من الأكياس الهوائية إلى الدم صحيح يمر أكسيد الكربون من الأكياس الهوائية إلى الدم خطأ لأنه العكس يمر من الدم إلى الأكياس الهوائية غلي شاكمو تيوب تيوب الار دوني او برانش دوك شنا هو توب اللي كي كون دوي زي لنا يعني كن قول الهواء من الانف القصابة هو القصائبات هنا عدنا تخاشي لنك تخاشي ساقق tapesو لنحن ايضا لنه ورشق날 في الهواء من لنخات ايضا لانف Burgيو نخارعية رميشة في نهاية الحديث من المنصد 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 حديث المنصد محل سنطط تتأخذ شكرا القصابات ولا القصيبات القصابات ها هي الحصة تلقون ان شاء الله في الحصة الجاية الاحتياجات الغذائية كونو في الموعد الى اللقاء